التقييم اللي بعد كده عم في بس انا اسف انا اسف ظلامتهم قال لك الفراخ كان فيها دم اقسم بالله هنختم بقى بكومنتم بلاد ورد حلقة جديدة من السلسلة المسيرة للجدد اسوأ تقييمات المطاعم واللي هي ببساطة بندخل نجيب تقييمات او قراء الناس في مطعم معين على سندويتشات او وجبات او منتجات معينة وبنجيب نفس الطلبات دي بالزبط ونشوف التقييمات دي فعلا حقيقية ولا لا لو طلعت حقيقية فهي فرصة للمطاعم انها تحسن واحنا عرفنا ايه الحاجات اللي لسه محتاجة شغر ولو التقييمات دي فاستكى يبقى يا درما دخليك شهر ده اتكال مع الله المطعم اللي معنا النهاردة هو مطعم انا سيد دمشي والتقييمات احنا جايبنا من أبليكيشن المنيوز تقييمه هناك 4.6 وفيه 71 ألف واحد عاملين ريفيو ده رقم كبير جدا فده اللي شجعنا ان احنا نجرب المطعم ده ينويه بس صغير انا معرفش او مش متأكد ان ابليكيشن طلبات مقطعة يعني في الفيديو اللي فات لقيت ناس كتير جدا كتبالي انها مقطعة فانا الحقيقة ما عنديش معلومة مقطعة كده عندها ندخل في التقييمات على طول تسخن باول تقييم معانا قالك الفراخ نشفى جدا لدرجة ما تتكلش فالغالب هنا هو هيكون قصده يا اما الفراخ المشوية على الفحم يا اما الفراخ اللي يابتوا بقى الشوية اللي بتقعد تلف حول النفسها دي فانا جبت من عندهم وجبة نص دجاجة على الفحم مش عارف ايه دا جاجة اللي انا بقولها دي بيجي معا رز بسمتي بطاطس تمية خبز محمر مشوي والخبز اللبناني بتاعهم والمخلط ودي سعرها 216 جنيه دي الوجبة هي جاية عرقانة جدا طبعا بس اكيد طبعا من المشوار يعني فادي الوجبة ومديلنا علب البطاطس وده اللي هو المعلقة والشوكة والكلام ده ويرغفين عيش ده هو اللبناني ومقطعتين فراخ كبار يعني السدر كبير بشكل اول مرة شوفو والميزة في النص فرخة دي ان هي مخلية من العضل الرز برضو شكله لطيف عاملينه اللي هو بيبقى حبة وحبة ده كمية رز محترمة ومديلنا بقى كمية مخلل وتومية ايه يكفي كل الحاجات اللي معنا احنا نسمي الله كده ونقطع حتة من الفراخ تدبيلة بتاعتها شكلها قوية شوفها بقى نشفة ولا لا بسم الله الفراخ طعم عحيل بس طعم شوي فيها مش قوي قوي يعني اتحسات سلقت الاول وبعد كده خدت وشة على الفحم الفراخ فعلا نشفة شويتين هو طبيعي ان السدر بيبقى نشف سواينا نشف سنة زيادة ندوق حتة من الورك قطرة طبعا من السدر بس نفس الفكرة طعم شوي فيه مش عالي والفراخ فعلا نشفة اه اللي انا عملته ده بسم الله الرز وطعمه حلو قوي ومدينه تدخينها كده خطيرة فاقبط النص فرخة دي حلوة كمية وشكل وطعم بس الفراخ فعلا نشفة التقييم ده في محل اللي بعد كده بقى جاي عليك كمينتات وتقييمات كتير وكلهم عندهم نفس المشكلة تقريبا فتت الشاورمة حد قال الاكل حلو جدا ومضيف لكن بجد محتاجين مراجعة كمية الفتة كمية قليلة جدا بالنسبة للسعر حد تاني قال انا بطلب الوردر ده كتير بس بجد الشاورمة اللحمة كانت نية شوية والشاورمة اصلا كانت كمية قليلة قوي وكمينت تالت قالك سعر الاكل غير مكافئ لكميته فجبنا طبق فتت شاورمة لحمة بسعر 227 جنيه بسم الله هو هنا بقى جاي بالطبق اللي هو ببقى مقسوم نصين عطت في نص رز وفوقي الشاورمة والنص التاني بطاطس يعني كمية الشاورمة فعلا محتاجة تزيد شويتين انا مفروض ان الشاورمة دي تيجي في طبق زي اللي فات يكون الطبق كله مفروش رز وعليه من فوق شاورمة جزء البطاطس ده واخد من الكمية شوية اظن فعلا 227 جنيه محتاج ان الكمية تكون اكتر من كده اما بقى فكرة ان الشاورمة نية اندوق كده بسم الله الرز هو اللي محلية فكده فيه تقييمين على الشاورمة اللحمة واحد منهم صح من الكمية فعلا قليلة والتاني ممكن يكون هو ظروفه جات كده دكن الطابق اللي جايد ده الشاورمة مستوية مش نائز فقديني على اللي بعد بس قبل ما ندخل هالي بعد بطه لأقول لك معلومة عالسخان قوي المعلومات العامة مع بعض كده بتعرف إحنا كمصرين بنصرف كام في السنة على الأكل والشرب إحنا بعون الله بنصرف 1027 مليار جنيه سنوياً أو يعني بمعنى تاني تريليون و 27 مليار جنيه في حلول عام 2025 بس عندك فكرة إحنا بنصرف منهم كام على المطاعم أو محلات الأكل الجاهز لو عرفت حرفة التقييم اللي بعد كده عم في بس قال لك الفراخ كان فيها دم أقسم بالله ده أقصب وحد تاني كاتب الفراخ البروست سيئة جداً طعم وشكل طريقة التغليف أكتر سوءاً بقى وجبة البروست الشائية دي وجبة نص فرخة بروست صبار عن سدر وجناح وورك ودبوس معاته مية بقى وطبق رز وبطاطس وعيش لبناني والحركات دي سعرها 288 جنيه فدي الوجبة وده طبق الرز وهم كانوا بعتلي كيس واحد بس للعيش أنا ورته لكم في الأول فهمش عارف ده بتاع البروست ولا بتاع النص فرخة اللي احنا جربناه في الأول لأ أنا آسف أنا آسف ظلمته هم حاطين جوه رغفين عايش لبناني كبورهم ارجع انت بقى مكانك وحاطت بقى من جوه النص فرخة الورك والسدر وشوية بطاطس حواليهم كده بس مش عايف لي حاسس أو عندي حساس ان هو جايبها سبايسي فطرد منين بقى ان انا عايزها سبايسي مش عايف ده شكل دبوس اهو وده بقى الورك وده الجناح وده السدر وبس من النظرة الأولية كده انا حاسس ان هي شربة زيت شويتين ده شكل العظم من جوه هوا يعني يشطلونة ابيض مفيش دم ولا حاجة بس طعم تدبيلة الفراخ او البريدنج اللي عليها مش قوي يعني ما اشبعش جوايا حس الفراخ البراستي كده حاسس فيه احلى من كده نفتح بقى حتة من السدر هنا فيه يعني سنة حمار بسيطة من جوه في السدر نقدرش هقول عليها دم يعني بس هي محمر شوية وحاسس ان التدبيلة ضعيفة قوي يعني شكل الفراخ من جوه نحاسس ان التدبيلة جامدها بسم الله نهام زيتة زيادة دي محتاجة تتضبط لو رجعنا للتقييمات فكرة ان فيها دم لأ هي الوجبة اللي جاتلي مفيهاش دم لكن التقييم التاني اللي بيقول ان الفراخ البراست سيئة تعال نصيغ التقييم كده او نقوله بطريقة اشيك شوية يا وجبة البراست محتاجة شغل كتير يعني لو انا روحت هناك اكيد الفراخ البراست دي مش هكون اختيار بالنسبة لي اللي بعد سندويتش شاورما فراخ وده قطيب واحسن طلب انا بحب اجيبه من محلات السوري كلها في كومنت بتاعه ان البطاطس عادية بس الكمية قليلة ونقصة ملحة او بهرات في كومنت تاني كاتب الشاورما قليلة جدا والسندويتش مليان مخلل اما اليا لينجي ممتاز اليا لينجي اللي هو ورق العنب جايبينه برضو عشان نجربه في حد تاني كاتب كومنت كبير قوي بقى الشاورما الفراخ فيها زفارة وطعمها وحش قوي عاملة زي الفراخ المسلوقة بعد كده كاتب بقى انها مش اول مرة تحصل معاهو كده نجرب الشاورما الفراخ ونشوف التقييمات دي صح ولا لك ده شكل السندويتش اهو اللقمة اللي هي بتبقى الصج او العيش السوري السيمون الصين كده شاكلها من جوه اهو شايف كمية فراخ كويسة ندوب عشان نشوف موضوع انها مليانة مخلل ولا لا بسم الله الشاورما فعلا نشفة شوية فراخ بتشد سيكا في كمية خيار مخلل كتير فعلا بس كمية الشاورما او الفراخ برضو كتير فكرة ببقى ان فيها زفارة انا مش حساسها قوي حس ان طعم الشاورما عادي وطعم التومية اصلا مع الخيار المخلل كده متوهين الموضوع مش ما خلياني عارف فلمع فكرة الزفارة دي فالتقييم بتاع النيام جلدة او نشفة ده تقييم صح ومحتاجين نشتغلها ده بقى الطبق اليالينجي او ورق العنب سعر الطبق ده 51 جنيه وده اللي الرجل كان كاتب عليه في الكومنت بتاعه ان هو ممتاز قلنا انها مكتوبة في الكومنت يعني نجيبها فبس الدنيا سايحة خالص من تحت من هنا تقريبا ده بقى عشان دبس الرمان محتاجين يهتموا شوية بحتة التغليف بقى ايه يعكموها كويس يغلفوها بطريقة تاني يتصرفوا يعني هطيه من جوه حتة لامونة كبيرة طبعا ورق العنب في اليالينجي بيبقى سائع شكل الصباعة اهو هو تقريبا الطبق فيه مسلا سكة العشر صوابع شايف حس ان ده يعني على 51 جنيه محتاج ايه زقة شوية بسم الله مم هو طعمه ممتاز فعلا ورق العنب ميزز وانا بحب ورق العنب ميزز جدا دبس الرمان مديلو طعم حلو قوي خلطة بتاعة الرز حلوة بس كمية الرز قليلة جدا يعني الورق اكتر من الرز وانا بحب الرز اكتر من الورق فزود لنا كمية الرز شوية اليالينجي ده يوبقى استك الاستك التقييم اللي بعد كده الراجل كاتب قصيدة فواضح ان الموضوع كان مدايقه قوي قالك وجبة زينجر عبارة عن 3 قطع شكلهم استغفر الله العظيم يعني مش هايزة اقول الكلمة اللي هوها كاتبها يعني محبش ان نقول كده على الاكل يعني واكل بايت وبطاطس مزيتة ورز بايت واخد 185 جنيه وكاتب بقى بعد كده ايه شوية الكلام للمطعم يعني متضايق منه فكاتب له شوية الكلام ايه بيفطفة شوية فاجبنا وجبة زينجر حاطت معاك سين كاتشب وحاطت لقم سوري بحالها الوجبة اللي جاتلي عبارة عن 4 قطعة زينجر او ستريبس ميت رز كتير شوية بطاطس على الوش برضو شكلها شربة زيت انا عرفش عندهم ايه حاجات اللي بتتقليف الزيت احتاجها شوية شغل هيبص سما ندوس عليها كده من هنا فيه كمية زيت رهيبة بسم الله هو كده التقييم ده في الغالب عنده حال بعيدنا عن الالفاظ اللي تقلت عن الاكل يعني انا منتكلم في فكرة انهم زيت اه الفراخ مزيتة شويتين تلاتة بطاطس كمان مزيتة قوي يعني بصوا شكل البطاطسية دي مثلا هي اصلا مش مسكة نفسها من كتر الزيت دعمة حتى وتدبيلت الفراخ ضعيف في شغل كتير قوي تعمل في الفراخ البروست والفراخ الزينجر او الفراخ اللي هي فمن الواضح ان هم شاطرين قوي في الحاجات السوري الشاورمات والكلام ده لكن البروست والزينجر او الحاجات المقلية تحتاجها تحسين جامل هنختم بقى بكومنت من بلاد بور قال لك وعمل لك ايموجي اللي هو كده كتير قوي ربع هو هنا معترض على المنائش قال لك الخبزة بتاعتها مش منائش خالص مودية ناحية العيش البلدي فاحنا جبنالنا منقوشة محطوط فيها جبنة شيدر عشان نشوف موضوع العيش البلدي ده سعر المنقوشة اللذيذة دي كاما منجوجه ثواني كده سعر منقوشة الشيدر تمانية وخمسين جنيه ده شكل المنقوشة يا ايه بتكون ملمومة على بعضها كده من جوه بيكون حاطت بقى الجبنة الشيدر هي كمية جبنة كويسة المنقوشة نفسها بقى فعلا بحاسسها شبه العيش اللي هو ايه كمان اللي مستخدمينها عشسها مش افضل حاجة جودة بتاعتها وشكلها مش قوي مش عارف بقى المنقوشة دي لو انا بكلها في المكان هتكون افضل لانها هتبقى لسه سخنة مثلا وهشة ولا العجنة نفسها محتاجش هو مش متأكد بس في النهاية التقييم ده تمام وبس كده نعملنا حلقة جديدة في السلسلة دي عشان خطركم الناس كتير طلبت مني ان احنا نعمل عليها حلقات تانية وبما ان الكومنتات او الحاجات اللي احنا شفناها في حلقة النهاردة اماكن او مطاعم نازلنا نجيبها ونشوف التقييمات اللي عليها ونجرب باكيد في النهاية لو عايز تدعم اخوكو حبيبك المنجو فالفولو لو انت ناسيو ولو حابب تشير الفيديو ده لحد تاني عشان هيستفيد فده اكيد هيفرق معايا ومعايا سلام